خلال الجسد الافتتاحية لدورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال شدد الأمين العام نزار بركة على ضرورة جعل مؤتمر الحزب محطة تنظيمية أساسية ونوعية المؤتمر المقرر تنظيمه أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أبريل المقبل يشكل حسب الأمين العام للحزب فرصة للاستعداد إلى جانب باقي القوى الحية لمواكبة الطموح الملكي الكبير والإصلاحات الكبرى التي ستعرفها المملكة الاجتماع عنده واحد صباحة خاصة لنتهدف أساسا إلى إنجاح المؤتمر المقبل للحزب من أجل أن يجعل من حزب الاستقلال حزب قوي قادر على إنجاز ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يقودها جانب الملك محمد السادس نصر الله خصوصا بالنسبة لرهانات المقبلة كأس العالم كذلك العمل على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لبلادنا وضمان كذلك تقليص الفوارق المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية اللقاء أصفر عن ترشيح عبدالجبار رشيدي لرئاسة اللجنة التحذيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر كما تم الإعلان عن ترشيح رحال مكاوي لرئاسة لجنة القوانين والأنظمة المتفرعة عن اللجنة التحذيرية اليوم حزب استقلال انطلق في الإعداد لمؤتمره الثامن عشر بتشكيل لجنة التحذيرية والهيكل ديالا واللجنة الفرعية كذلك والهيكل واللي كانت طمحوا أنه نمشيه لمؤتمر الثامن عشر لتجديد المشروع المجتمعي لحزب استقلال لتجديد الفكر التعادل لحزب استقلال ونحن موحدين الصفوف مترصين ووحدة الحزب لدينا أمر أساسي والحمد لله اليوم كان واحد توافق كبير داخل الحزب وكان المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال قد تأجل مرارا وتكرارا خلال السنتين الماضيتين بسبب خلافات داخلية حول النظام الأساسي للحزب ليحسم الأعضاء تنظيمه خلال شهر أبريل المقبل فيما تم الاتفاق وبالإجماع على دعم ترشيح كل أعضاء اللجنة التنفيذية نزار بركة للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر العام المقبل